افريقيا في مصر في السنة مصر فيها 6 مليون نركبة وطوصة 24 مليون اطار لو العربية تغير كل سنة كل سنة ونصف يعني بنحتاج من 15 ل20 مليون اطار سنويا طيب احنا عندنا في مصنع تانية غير حضرتك لا المصنع الوحيد حاليا كان عندنا الاول في مصنع تابع للدولة ولكنه قافل من تنين يعني والمصنع مصنعنا هو المصنع الوحيد في افريقيا وفي الوطن العربي في افريقيا وفي الوطن العربي كله المغرب ما عندهمش المصنع ده؟ لا 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 المغرب ولا اي دولة عربية فيها مصنع ترى بالاجماع يعني طب محتاجين كم مصنع ده احنا محتاجين كم 20-30 مصنع زي حضرتك كده و اكبر مني مصر لو تحمل فيها 20 مصنع مش هيكفوها يعني اذاك تتخيل ان جميع مصنع العالم بالصنع وتبعت مصر سوابر ده تبقى كتيرة او عالمية او تحت السلم او 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 كله ببعت مصر نعم مصر محتاج ان احنا نطور من نفسنا ونكبر عشان كده احنا شغالين وبنكبر على قد امكانياتنا وعلى قد مجهودنا احنا بنكبر الفئة الاولى من العربيات دي قدامكم خطة لها؟ اه طبعا بصر انجم هي مراحل الاول ناخد الفئة الشعبية السعبية الاكتر وبعد كده يعني لما الامور تتحسن هنعمن من 18 لحد 20 مفيش حاجة ما تتعملش يعني احنا كمصنع ما عندناش مفيش حاجة مفيش تأس في الاحلامنا احنا انت ممكن تلاقييني ان شاء الله سيادة رجال جمهورة جاي فتح مصنع اطارات الطائرات انا عندناش مشكلة خالصة انا حلم ان نعمل كل الاطارات حلم حلم احنا شغالين عليه كل الاطارات بنخليه على ارض الواقع يعني لا تقدر تعمل اطار طيارة؟ والله ايه صعوبة فيه يعني لا بس السؤال اه والله ايه صعوبة فيه على فكرة عشان تتعمله سهل بس احنا لازم ناخد موافق الشركة المصنعة للطيارة ان الاطارات الكافية اه لو خد الموافق دي نقدر نعمله عندنا عند حضرتك كيف نعمله والله ما فيه مشكلة خطة هو يعني ما كانت نصيح انت صنعت الاطارات النجرة اللي مصنعنا في الوقت الحالي عبار عن مكينات استنباط فقط لا خير امكانيات مادية مكينات استنباط نجيبها ونشغل لكن احنا عندنا الخبرة عندنا اليهاو عندنا المصن المهندسين ابنائنا من المهندسين المصريين عندنا عمالة فنية على الاعلى مستوى في العالم هم اللي بقوا كلها عندنا عمالة خيانة ميكانيكة او كهربة او انشاءات على الاعلى مستوى في العالم احنا من عرضها جاهز في العالم شاهد ان احنا جزء من المكينات كبير جدا احنا اللي مصنعينه عندنا هم اللي بتشغلوا به بني شغل به احنا اللي مصنعين الجزء عندنا او يعني احنا شغالين الموضوع ما عادش بالطعوبة اللي هو المستحيل الموضوع فنوس المكان انتاج عظيم هاي الحمد لله ويعني تاني بقول تحية لحضرتك وكل الناس كل الشباب المصريين اللي شغالين في هذا المصنع عايزين بدل الف واحد كم واحد شغالين في المصنع احنا عندنا دلوقتي داخل المصنع الف وكمسونية وفي فروع البيع لان احنا عندنا منافذ توزيع للمستهلك مية وكمسون منفذ توزيع دول فيهم حالة 450 فرد نعم على مستوى الجمهورية عندنا مية وخمسون منفذ على مستوى الجمهورية وان شاء الله من هنا لنحيط السنة وصلهم لخمسمية منفذ توزيع واحنا عايزين يبقى موجود هنا شغال خمس ست تلاف عشر تلاف واحد ان شاء الله مع التوسع القادم احنا أقصى داخل حدود المصنع بقوة تلت تلاف عامل هاي ممتاز مرة تانية مبروك وكل التحية لحضرتك وزين بقول كده الصناعة المصرية وصنعة في مصر نتكلم نهاردة على كويتش مصري اطار مصري صنعة في مصر وقالك ده المصنع الوحيد مهندس ابراهيم جودة طبعا اشتركوا في القناة